اشتركوا في القناة ننتقل من عبوديتنا الحاضرة إلى الحرية كانت سنة 1907 والمحام الشاب من الهند كان مهندس غاندي قاد غاندي مواطنيه الهنود في نضال لا عنف ضد القمع العنصري لمدة ثمان سنوات تظاهروا نحو الأرض الممنوعة وأحرقوا أوراق تسجيلهم توقعوا أن يعتقلوا ولم يخب ظنهم قال غاندي إن الرفض اللا عنفي للتعاون مع الظلم هو السبيل للتغلب عليه لقد أطلق اسماً على سلاح لا عنف ساتياجارا التمسك بالحقيقة في كل عقد وفي كل قارة اعتمد ضحايا الانتهاد استراتيجية غاندي ليناضلوا من أجل حقوقهم وحريتهم اللا عنف يعني الرد والمواجهة لكن بأسلحة أخرى القوة التي اكتشفها غاندي غيرت القرن العشرين أتى الربيع مبكراً سنة ألف وتسعمائة وأربعين معززاً بذلك الوهم بأن الدنمارك الهادئة ستبقى غير متأثرة بالحرب التي تنتشر في أوروبا كانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت الحياد وخفضت عدد قواتها المسلحة إلى النصف كانت الدنمارك تنوي الاستمرار في السلم صباح التاسع من نيسان إبريل تبدل كل شيء هاجم الألمان الدنمارك جواً وبراً وبحراً ولا قوة مقاومة رمزية في الجنوب إلا أن الدنمارك أمرت جنودها بالكف عن القتال لم نتصور أن يكون لذلك علاقة بالحرب أو بالاحتلال أو بما شابه قادرنا أسرتنا بسرعة ونظرنا عبر النافذة كانوا قريبين جداً لطالما كان يصدر هؤلاء الألمان الكثير من الضشة فجأة أدركنا أن ما يحصل كان أمراً مريعاً سيطر الغوزات على مقر هيئة أركان الجيش الدنماركي من دون إطلاق عيار ناري واحد وكان الدنماركيون الذين لم يصدقوا ما كان يحصل يجبون الشوارع يراقبون بلا حول ولا قوة كان قد كتب على المناشير الألمانية ما يلي أتينك أصدقاء لا كأعداء ووعدوا بأن تبقى الدنمارك في ظل الحكومة والقانون الدنماركيين لكن لم يصدق ذلك أحد كان هتلر قد احتل دولة بكاملها في أقل من ست ساعات ذلك العصر طلب رئيس الوزراء الدنماركي تورفالد ستونينغ من البرلمان الدنماركي القبول رسمياً بشروط الاحتلال الألماني في ذلك الحين اعتقد والدي أن سياسته ستكون أقل إيذاء للناس لو لجأنا إلى القوة العسكرية في التاسع من نيسان لكان قصف كوبنهاجن من دون أدنى شك ولأزهقت أرواح آلاف الأشخاص بدلاً من معاناة الهزيمة اختار القادة السياسيون الدنماركيون عدم القتال كان هدفهم البقاء على قيد الحياة حاولوا أن يجعلوا الألمان يفون بوعودهم أي احترام حياد الدنمارك فاوضوا شروط الاحتلال معترضين آملين أن يحولوا مسرحية علاقات الصداقة لمصلحة الدنمارك كان الملك في مكانه والبرلمان يشرع كانت الشرطة مسؤولة عن القانون والنظام والمحاكم الدنماركية تعمل وكذلك مجتمعات أخرى في البداية كان الجنود الألمان مؤدبين وقد أظهروا الاحترام لكن وجودهم بحد ذاته كان استفزازاً وتساءل الدنماركيون الآن وقد استسلمنا ماذا بعد؟ لم يكونوا قد استعدوا لاحتلال ألماني لم يكن لديهم غاندي ولم تكن لديهم منظمة مقاومة في معظم المنازل كان على الجميع تقبل الأمر وتوجيهه لمصلحتهم لكن كان يمنع التعاطي مع الجنود الألمان وتوجيه الحديث لهم المهم كان توخي الحذر اعتمد الوزراء الدنماركيون سياسة المقاومة تحت سطار التعاون تعاون الدنماركيون مع الألمان لكن ذلك لم يكن سوى تكتيك للحفاظ على الحكم الذاتي كانت المطالب الألمانية تمر بمفاوضات الديبلوماسيين وتتعرض لإعاقة الدووينيين وتحجب بهدوء عند المستطاع لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة إلى العديد من الدنماركيين تعرضت الدنمارك للإزلال فجميع السكان قد شعروا فجأة بأنهم فقدوا شيئاً البعض من كرامتهم وكرامة بلدهم ماذا يفعل المرء؟ ما عساه يفعل في مثل هذا الوضع؟ لم يكن بالإمكان القتال لأن القتال ليس موجوداً لذا اجتمعوا في متنزه المدينة وأنشدوا النشيد الوطني كل أسبوع كانت تجمعات الغناء تزداد معلنة ولادة التضامن الدنماركي ضد عدو مشترك كانت دنماركيون فخورين بملكهم الجديد الذي كان يمطط جواده وحده كل صباح كالعادة كان الشعب فخوراً بوجود الملك كان ذلك أشبه بطريقة للتظاهر ضد الألمان ولم نكن مهتمين بأي شكل من أشكال الدكتاتورية تجاهل الألمان ما أظهره الدنماركيون من فخر وطني مدام ذلك لا يتعارض الأهداف الألمانية لاستعمال مزارع الدنمارك لإطعام الجيش الألماني والاستعمال المصانع الدنماركية وأحواض الصفن لتأمين معدات الحرب كانت العلاقات مع ألمانيا من اختصاص وزير الخارجية الدنماركية أريكس كافينيوس وهو رجل كان يعتقد العديدون أنه موال للألمان حين تجدل الناس معه وقالوا له أنهم على المضى الطويل يفقدون احترامهم في كل أنحاء البلاد قال أجل هذا صحيح لكن من الممكن أن نحافظ على احترامنا ونموت جميعاً وأضاف كم جثة تريدون لكي تنقذوا شرفكم أراد سكافينيوس أن يعتقد الألمان بأنهم ينالون مرادهم ليبعد الضغط عن الدنمارك في تشرين الثاني نوفمبر عام 1941 ذهب إلى برلين ليوقع معاهدة تشرع اجتياح الألمان للاتحاد السوفيتي حين نشرت صورته مع هتلر في الدنمارك نزل الطلاب الصاختون إلى الشوارع بعد خمسة أيام أعادت الشرطة الدنماركية النظام لكن الدعم العام لسياسات سكافينيوس كان قد تضرر بشكل الحاد أدان قادة المقاومة السرية التعاون التكتيكي حتى اعتبروه خيانة كان سلاحهم الأول هو المعلومات كانت الصحافة غير الشرعية قد استهدفت مليوني شخص ونصف المليون أي سكان الدنمارك الراشدين بكاملهم جمعت أخبار غير خاضعة للرقابة عن الحرب من البي بي سي ومصادر أخرى وقد غذت الآمال الدنماركية كما شجعت الصحافة غير الشرعية المقاومة الناشطة من كل نوع اعتداءات ضيقة النطاق أحراق المباني صرقة الأسلحة من الجنود الألمان سكب السكر في صهاريج الوقود كل ذلك كان من صنيع الطلاب الثانويين غير المتدربين كانوا يقولون إن لم يفعل الكبار شيئا فنحن سنفعل أمرت السلطات الألمانية الشرطة المحلية بتشديد قبضتها لكن الشبان الدنماركيين الوطنيين كانوا عازمين كنت غاضبا جدا في حينها كان العديد من الشبان غضبين غضبنا لأننا لم نفعل أكثر ولم نقاوم أكثر مما فعلنا أدركنا لاحقا أن الوضع كان ميؤوسا منه لكن هذا لا يبدل الشعور الذي ما زال لديه بأننا لم نحسن الدفاع عن بلدنا وحمايته في تشرين الثاني نوفمبر استلم الجنرال ويرنر باست مقاليد القيادة في الدنمارك طلب منه هتلر أن يحكم بيد من حديد وهكذا مارس باست الضغط على أريك سكافينيس رئيس الوزراء الجديد لكن معظم الدنماركيين كانوا قد انقلبوا ضد سياسات سكافينيس خلال ما بثته البي بي سي من لندن كانت جون كريسمس مولر وهو سياسي دنماركي منفي يتكلم متحديا رئيس الوزراء وينادي طالبا المقاومة الناشطة افهموا أن الحكم الذي لا يعرف الرحمة هو هنا حان الوقت كي تتخذت دنمارك موقفا هل ستنضمون إلى هذا؟ وهل أنتم مستعدون للمساهمة؟ يجب أن نتأكد من عدم إيذاء روح الأمة في ربيع سنة 43 كان عمر الاحتلال الألماني ثلاث سنوات استمرت واجهة التعاون لكن الولاء الشعبي كان قد بدأ يتحول إلى حركة المقاومة نهارا كانت الحكومة تشن حملات ضد أعمال التخريب وليلا كانت الانفجارات تزعزع المصانع وسكك الحديد قاطعة المؤنى الألمانية عند مصدرها في صيف سنة 43 ظهرت تقارير عن هزيمة الألمان في روسيا وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا فشجع ذلك الدنماركيين على زيادة حدة مقاومتهم حصلت إضرابات في بعض البلدات والمناطق ليس فقط في المصانع بل في المدن كاملة حيث أقفل كل شيء بما فيها الإدارات والمتاجر تضاعفت أعمال التخريب في غدون شهر واحد وكان الدنماركيون الذين لا يتمكنون من تنفيذ عمل تخريب يجدون سبلا أخرى للمقاومة متحدين حتى حكومتهم ذاتها في البداية عملنا ببطء شديد جدا وفي الواقع لم نعمل بالسرعة التي عملنا بها قبل الحرب تلقينا أوامر ببناء سفن جديدة لكننا لم ننتهي من بنائها تم تخريب عملية البناء وفي النهاية اضطروا إلى جر السفن إلى ألمانيا لإنهائها بذلت السلطة الدنماركية ما بوسعها لإيقاف الإضرابات واكتشفوا أن ذلك مستحيل لم يستطيعوا إيقافها لأنهم فقدوا سلطتهم كانت سلطة قيادة الجماهير بين يدي قادة غير رسميين أو منتخبين وبين يدي الصحافة غير الشرعية كانت الحكومة صوارية فقط وبقي أمام القادة السياسيين الدنماركيين عمل واحد صباح الثامن والعشرين من آب أغسطس عام ثلاثة وأربعين طلقوا انذاراً أخيراً من المحتلين الألمان كان يجب منع الإضرابات وفرض منع التجوال وأعدام المخربين كان يجب أن تعطي الدنمارك رداً قبل الرابعة من بعد الظهر ناقش البرلمان المطالب طيلة ست ساعات لم يكن بوسعهم القبول بتلك المطالب وبعدها قالوا للألمان إنه ليس بوسعهم القبول بذلك الإنذار عندها استقال وزير الخارجية سكاذينيس وأعضاء حكومته وحل البرلمان ما عادت الدنمارك خاضعة للسلطة الدنماركية بعد أن تأجل الحكم الألماني المباشر ثلاثة سنوات من خلال سياسة التعاون التي طبقها سكاذينيس أصبح الآن أمراً لابد منه احتل الجيش الألماني المنشآت الأساسية ومنع اجتماع خمسة أشخاص أو أكثر طبقت القوانين الجديدة بوحشية عرفنا عندها مكاننا كنا فريقين متعارضين وكان التعاون قد أصبح مستحيلاً كان يجب علينا عندها ذهاب كل في طريقه لتحسين الأمور لكن في تلك المرحلة لم يكن من شك بأنهم هم العدو ونحن كنا بلد المحتل بعد السبيع واجهوا أزمتهم الأولى حين أمر أدولف هتلر قادته بفرد القوانين العنصرية الألمانية في الدانيمارك بعد تخطي أزمة الحرب وعنفها ساد الاعتقاد بأن الأمور ستكون على ما يرام ولكن في الواقع الدرع التي كانت قد حمتنا من مواجهة مصيرنا في أوروبا هذه الدرع اختفت وكنا وقفين بلا حماية في مواجهة الألمان كانت الجستابو الألمانية قد حصلت على لائحة بأسماء وعنوين لسبعة ألاف يهودي دانيماركي لكن خطط جمع الأشخاص كانت قد تسربت وتم تحذير اليهود وتقدم آلاف الدانيماركيين لإنقاذهم أتذكر الصدمة التي تلقيتها يوم ذهبت إلى المدرسة وفجأة طرق المدير على الباب وطلب أن أخرج أنا وصبي آخر من الصف وقال لنا إن من الأفضل أن نسرع لأن والدين بانتظارنا كان علينا مغادرة الشقة لأن الألمان قادمون بدأت عمليات الجمع ليلة الأول من تشرين الأول أكتوبر لكن اليهود كانوا قد اختبأوا في العليات والأقبية في الكنائس وفي منازل آلاف الدانيماركيين الذين كانوا قد استقبلوهم عفوياً ذات مرة مثلاً أرسلونا إلى فون وأودانس لأحضار بعض اليهود الذين وصلوا بالقطار من جوتلند كان علينا أن نساعدهم على المرور بطريقة عادية عبر نقاط التفتيش الألمانية في ستوروبيلد كانت العبارات هناك خاضعة لمراقبة شديدة من الألمان لذا كان من الضروري أن ندعي أننا على قرابة بهؤلاء الأشخاص كان ملاذهم السويد على بعد عدة أميال فقط عبر المياه التي كانت البحرية الألمانية تسير دوريات فيها اختبأوا في الغبات وانتظروا أنقذ هيربرت بونديك وعائلته على يد أحد الصيادين الذين جازفوا بحياتهم وأنقذوا كل اليهود الدنماركيين عد بضعة مئات منهم نظرت إلى الوراء صوب الساحل ورأيت شيئا لن أنساه طيلة حياتي لست شخصا متدينا لكني أتأثر حين أفكر بالموضوع على الشاطئ الرملي رأيت ثلاثة أشخاص أي منقذنا وزوجته وزوجة صياد آخر راكعين على الشاطئ رافعين أيديهم نحو السماء متضرعين للرب أن نمر بأمان كان إنقاذ اليهود قد وحدت دنماركيين وألهمهم بينما كانوا قد بدأوا يعتبرون حركة المقاومة بمثابة حكومتهم الشرعية نشر مجلس الحرية أول منشور سري في تشرين الثاني نوفمبر سنة ثلاث واربعين كان برنامج مقاومة هدفه حرمان الألمان من فوائد الاحتلال مع المتفجرات والمعدات التي أسقطتها القوات البريطانية من الجو تفادت المقاومة السرية الأهداف البشرية مركزة على الصناعة المتعلقة بالحرب كانت أهدافهم الأولى المصانع الدنماركية ووسائل النقل التي تمد الجيش الألماني بالمؤن إذا أكل نجاح كان رد النازيين أقوى وأشد فتكا فكانوا يقصفون المسارح والنوادي وحضائق تيفولي المشهورة في كوبنهاجن في تحرك يائس لإيقاف الانفجارات أعلن الحاكم الألماني حظر التجوال على سكان كوبنهاجن في حزيران يونيو سنة 1944 رد العمال في حوض السفن في بورمايستر ووين بخطة ذكية جدا لكن خطرة كنا قد أملنا بالتخلص من حظر التجوال أردنا أن نحظى بحريتنا لم نشأ أن يسجنون ليلا عند الثانية عشرة ظهرا ذهبنا إلى البوابة وبدأنا نركلها قلنا إننا نريد العودة إلى المنازل لنروي حدائقنا عدى ألف ومئتا عامل في حوض السفن باكرا إلى منازلهم وأصروا على أنه ليس إضرابا كان عليهم ري حدائقهم عصرا لأن حظر التجوال منعهم من ريها في المساء وانتشرت حركة العودة باكرا إلى المنزل بسرعة غادر آلاف العمال في مصانع أخرى وظائفهم أيضا لكن قليلين منهم ذهبوا إلى حدائقهم كانوا يتجمعون في الشوارع ويتظاهرون ويضرمون النيران ويسخرون من الدوريات الألمانية قتل ستة دنماركيين في اليوم الأول كانت هناك متاريس في الشوارع وقد اندلعت النيران في كل شيء هناك توقفت الأعمال لم يشأ أحد الذهاب إلى عمله كل هذا خلق شعورا عند السكان بأن على الدنماركيين الآن مقاتلة الألمان لعل ذلك كان تأثير الأكبر للإزراب العام كان الحاكم النزي وورنر باست يضيق الخناق يوما بعد يوم أمر الجنود بإطلاق النار على التجمعات من خمسة أشخاص أو أكثر ثم قطع الكهرباء والغاز والمياه رد الدنماركيون بالطهو على النيران وجلب المياه من بحيرة قريبة حاول باست محاصرة المدينة ليقطع اتصالها بالعالم الخارجي تبع السكان تعليمات قادة المقاومة لا توقف الإضراب حتى ينتهي حظر التجوال ويتوقف أطلاق النار هذا ما قاله مجلس الحرية كنت أحترم مجلس الحرية وأتبع تعليماته كان الإطار الشرعي للبلاد كان يقول بوضوح الإضراب حتى الثانية عشرة من ظهر غد فيستجيب الجميع وفي اليوم التالي وعند الثانية عشرة بالضبط عاد كل شيء وبدأ من جديد كان الألمان يحترمون هذه المسألة كان باست يرغب بشدة بأن يعاود الإنتاج لكن خياراته العسكرية كانت محدودة مع إخراج جنوده من الدانيمارك للقتال في الحرب الخاسرة كان يعرف أكثر من أي شيء أن العمال الدانيماركيين أفضل أحياء منهم أمواتا في اليوم التاسع أذعن باست وعد بوضع حد لحظر التجوال وبسحب جنوده إن عاد المضربون إلى العمل أطلق مجلس الحرية نشرة نصر وضعت حدا للإضراب العملي مثبتا بذلك أن الإضراب هو السلاح الأكثر فاعلية عن غير قصد كان الدانيماركيون قد اعتمدوا تكتيكا غاندي المفضل لقد حجبوا إذعانهم بكل بساطة أدرك المجلس قوة لا تعاون ونقل تشديده من تشجيع أعمال التخريب إلى تنسيق الإضرابات في الشهر التالي نادوا لسلسلة من الإضرابات الرمزية ومدتها دقيقتان وعانت الدانيمارك شتاء قاسيا أخيرا مع النقص في الوقود والمياه والطعام وحل الربيع كما كان طبيعيا في تلك الأيام اجتمعنا حول أجهزة الراديو لنستمع إلى رسالة البي بي سي وفجأة توقف البث وسمعنا رسالة رائعة بأن الألمان كانوا قد استسلموا استنتج أحد المؤرخين الدانيماركيين ما يلي لم تربح الدانيمارك الحرب لكنها أيضا لم تنهزم ولم تدمر لم يكن معظم الدانيماركيين قد تعرضوا للعنف لا على يد الألمان ولا بعضهم على يد بعض أنقذت المقاومة اللعنفية البلاد وساهمت بانتصار الحلفاء أكثر مما كان باستطاعة الجنود الدانيماركيين فعله كان شعورا ملموسا مزيجا من الفرح والارتعاش كان شعورا غريبا اغرورقت عيوننا بالدموع وأتذكر بوضوح أنني قلت تلقائيا لقد نجونا لعل تلك كانت أول كلماتي لقد نجونا فعلا في ربيع 1983 كان الجنرال أغوستو بينوشي قد حكمت شيلي بسلطة مطلقة قرابة عشر سنوات كنا بحاجة إلى شخص يتجرأ ليقول للديكتاتور إنه كذلك وليقول إن الدكتاتورية كانت دكتاتورية وليواجهها في معقلها الخاص ليس بالسلاح بل أن يتجرأ ليقول لهم إن ما كان موجودا في تشيلي كان خطأا ولا بد من تغييره استلم بينوشي مقاليد الحكم سنة 73 إثر انقلاب تسبب بوفاة الرئيس الاشتراكي المنتخب سلفادور أييندي خلال الأشهر الأولى من النظام العسكري وصل عدد الذين زجوا في السجون إلى أكثر من أربعين ألفا وقد قتل أو أعدم أو أخفي أكثر من ثلاثة آلاف شخص أزال بينوشي بلا رحمة كل تحدي لسلطته وقد زرع بذلك الخوف في كل ناحية من الحياة التشيلية كان شعور واضح بالاضطهاد يلازم الجميع كان الكل قد اختبروا نوعا من القمع في عائلاتهم ولذلك كانوا حذرين جدا كنت أذهب برفقة زوجي إلى لقاء اجتماعي ولم يكن يعرفني بأحد سألته عن الأمر فأجاب لا نفعل هذا الآن إنه خطر جدا يجب أن لا تعرف أسماء الأشخاص الخوف والرعب إن كان الناس خائفين فبالإمكان السيطرة عليهم وإن ترك بينوشي شيئا للتاريخ فهو صفته بأنه رجل الرعب أعدامات إخفاء أشخاص وزج في السجون لإبقاء الديكتاتورية مسيطرة طيلة عشر سنوات سنة 1983 زادت الأزمة الاقتصادية الحد نسبة البطالة إلى ثلاثين بالمئة شعرت شيريون بأنه ما عاد لديهم ما يخسرون بدأوا يفكرون للمرة الأولى بمعارضة النظام ظهرت أولى ملامح المعارضة في قلب الانتصاد تشيلي في مناجم النحاس في جبال الأنديس كان عمال المناجم يحصلون على أفضل أجور بين عمال تشيلي في صناعة التصدير الأكبر والأوفر أرباحا في البلاد كان قائدهم رودولفو سيغال في التسعة والعشرين من العمر أجيرا في أكبر منجم للنحاس في تشيلي وكان قد انتخب رئيسا لمؤتمر العمل الوطني أراد سيغال أن يتخذ أتباعه الخطوة الأولى إضراب على مستوى الأمة كانت عشر سنوات قد مرت ولم يخرج أحد إلى الشارع كان يجب أن نرى ما ستكون ردة فعل البلاد وأن نرى إن كانوا يتجرؤون على فعل ذلك كان هدفنا يقضي بفتح أعين الناس وبتشجيعهم قبل أسبوع من بدء الأضراب حاصر جنود بينوشي مناجم النحاس كان سيغال يعرف أن الدماء ستهرق إن استمر الأضراب فغيروا خطتهم بدلا من الأضراب أعلنوا يوم احتجاج وطني كان لديهم بضعة أيام للاستعداد ليس لتعبئة أعضاء النقابات وحسب بل وكل السكان أيضا أتذكر جيدا ذلك الصباح في البداية لم نكن نعرف إن كان الشخص يمشي ببطء أم يقود سيارته ببطء أم يسير ببطء على الرصيف لم تكن لتعرف هل هو يقوم بنزهة وحسب أم كان يحتج أخيرا عند الظهر كان الأمر جليا كان واضحا أن كل شيء كان أقل سرعة بدأ أن المدينة بدأت تغلق أبوابها مع هبوط الظلام لم يعرف أحد إن كان الاحتجاج النهائي الصريح سينقى نجاحا وعند تمام الثامنة مساء بدأ كل شيء بشكل متردد بداية وفي اليوم التالي كان أحدهم يسأل الآخر ماذا فعلت ليلة بارحة؟ هل رأيت هذا؟ فيجب أجل كنت أقرأ على الأوعية مع الجيران كان هناك حس مشاركة فعلي وعثوي في مجتمع كان فيه كل فرد قد بدأ يصبح منعزلا ومنطويا على نفسه في اليوم التالي عند انتهاء الاحتجاج وخلال اجتماعنا الأول قررنا تكرار هذا الاحتجاج كل شهر وقمنا بذلك لمدة تسعة أو عشرة أشهر قمنا باحتجاج كل شهر وكان ذلك بمثابة فوضى للنظام العسكري لأننا لم نحتج بالأسلحة ولم نكن خائفين أبداً وهذا ما زودنا بالمزيد من القوة ونمى شعور كبير بالفرح مع نمو الاحتجاجات كل شهر بدأ الناس يصدقون أن التظاهرات الجماهرية وحدها ستطيح بالديكتاتورية لم تكن تظاهرات المعارضة عنيثة قط وكان قمع الشرطة العنيف للتظاهرات الشهرية يبدو عازماً على إيقاف تحركات لكن لم يكن لديه أي تأثير في بداية آب أغسطس وقبل يوم من الاحتجاج الرابع عين بينوشي وزيراً جديداً للداخلية سيرجيو هاربا وطلب منه أن يبدأ حواراً مع المعارضة وفي تحرك مناقض للأول في اليوم نفسه نشر بينوشي آلاف الجنود في شوارع العاصمة فكان ذلك نذير شؤم لتظاهرات اليوم التالي قمعت قوى الأمن تظاهرة آب أغسطس بقوة لم يسبق لها مثيل في أحد تقارير الشرطة قيل أن 17 مدنياً لقوا حتفهم لكن العدد الحقيقي كان أكثر من هذا بكثير في تلك المرحلة بالذات والتي كانت صاخبة جداً كان هناك عنف كثير ولأن العنف كان على أشده كان بينوشي قد أنزل 16 ألف جندي إلى شوارع سانتياغو لقي أكثر من 80 شخصاً حتفهم وبدأ السكان بالتمرد صعق الكاردينال الجديد للكنيسة الكاثوليكية في تشيلي لإراقة الدماء تلك وعرض تبني الحوار الذي كان بينوشي قد وعد به في اللقاء الأول أخبرني غابريل باديس أنه سيعطيني وثيقة فأجبته بأنني لن أخذ تلك الوثيقة لأنه اتفاق صاغه ذلك الصباح مطالباً باستقالة رئيس الجمهورية وغير مقر بشرعيته وإن كان رئيس الجمهورية رئيساً غير شرعي فليس لدي ما أفعله هنا لأنني أمثله وهنا ينتهي كل شيء احتفل بينوشي بعيد ميلاده في تشرين الثاني نوفمبر بعد أن كان قد أوقف لقاءات سيرجو هاربا مع المعارضة كانت تنازلات هاربا الصغيرة أي النشاط السياسي المحدود وعودة المنفيين ونهاية الرقابة على الكتب كثيرة على الجنرال لذا وضع حداً للحوار لا لم تكن هناك نتيجة كان الأمر محبطاً جداً لن يتغير النظام مطلقاً وهاربا أصبح مهملاً كسياسي لا أهمية له في الواقع نقلت سلطة الحكومة إلى أيدي أكثر قصوة كانت مجموعات المعارضة الساذجة حين ظنت أن بينوشي قد يقبل بالمفاوضة لينهي سلطته لم يكن المتظاهرون قد أضعفوا قوة قبضة الديكتاتور لكنهم أظهروا لبينوشي أنه لا يمكن سحقهم بالقوة وأنهم فتحوا مجالاً سياسياً كانوا سيستعملونه لينظموا أنفسهم ضده في أواخر تشرين الثاني نوفمبر سنة خمس وثمانين حضر نصف مليون شخص أكبر تجمع سياسي في تاريخ تشيلي تكلم جابريال فالداز باسم أحد عشر حزب معارضة والكنيسة الكاثوليكية الوفاق الوطني تم تشكيله لقيادة انتقال غير عنيف نحو الديمقراطية حذر فالداز قائلاً إن لم ندعم الوفاق الوطني فنحن متجهون نحو الحرب الأهلية في أحياء تشيلي الفقيرة كانت حرب منخفضة الحدة قد بدأت هنا كانت المصاعب أشد وطأة مماهدة الطريق للأحزاب الشيوعية والماركسية في البلاد العديدون لم يحملوا الأسلحة لكن إيديولوجية الثورة العنيفة لاقت بعض الأصداء اعتبر النظام الأحياء الفقيرة أرضاً عدوة جمع الشبان في الأحياء الفقيرة واستجوبوا في المدرجات والحقول ونقلوا إلى السجون من دون محاكمات اختفى المئات منهم من دون أثر كانت انتهاكات بينوشي لحقوق الإنسان قد أقحمت الكنيسة الكاثوليكية في النزاع وهي غالباً ما كانت متحفظة لم يتخذ رجال الدين أي موقف سياسي إلا أن الكنيسة اعترضت على التعذيب والقتل والاختفاء وبدأت تنادي بالوسائل اللاعنفية إن استعمل المرء العنف فيجب أن يملك القوة ليدافع عن نفسه إنما يفرض بالعنف يستوجب الدفاع عنه بالعنف لهذا نقول إن العنف هو قوة الضعفاء لأنه ليس لديهم الحجج ولا السلطة المعنوية إذن ما يتحقق بالعنف يستوجب الدفاع عنه بالعنف اتخذت التظاهرات الشهرية منح العنف عندما بدأ المتطرفون يواجهون الشرطة مقدمين لبينوشي الذريعة الكافية لقمع كل المعارضة كثيرون انتقدوا الفصائل التي تشكلت في البداية على وسائلها اللاعنفية في ذلك الظروف حين يقمع الناس بالعنف بالطبع هناك من يظن أن الطريقة الوحيدة لمواجهة العنف هي بالعنف لكن في مفهومنا لم يكن ذلك من شأنه أن يؤمن لنا النجاح مطلقا في نهاية صيف سنة 86 أصبح ماثلا احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة كشفت الاستخبارات تشيلية عن مخبئ أسلحة في الصحراء الشمالية وتعاقبوه إلى مجموعة مقاتلة تابعة للحزب الشيوعي تشيلي أظهرت الأدلة أن الأسلحة قادمة من كوبا وقال بينوشي أن ذلك يثبت أن خصومه يعدون لثورة بعد أسابيع قليلة هاجمت العصابات المدججة بالسلاح موكب الجنرال بينوشي على طريق جبلية نائية وقالت وكالات الأنباء الحكومية أن خمسة حراس تابعين للرئيس لقوا حتفهم لكنها لم تذكر بينوشي بعد أربع ساعات ظهر الديكتاتور على التليفزيون ليصف الهجوم بدأ غير متأثر بنجاته بأعجوبة وعاد إلى القصر الرئاسي بتبجحه المعتاد كان من شأن ذلك الحادث تعزيز صورته كشخص لا يقهر أصبح الجميع عالقين بين المطرقة والسندان هل نتوجه نحو صراع مسلح حقيقي كما شهدنا في أمريكا الوسطى مع الأعداد الهائلة من القتل ونسبة المعاناة التي رافقتها أم هل نبحث عن وسيلة أخرى وهو أمر يكتنفه الغموض الشديد وهكذا بدأ البحث لإيجاد طريقة تؤمن مخرجا من هذا الطريق المسدود تطلب دستور بينوشي استفتاء عاما سنة ثمان وثمانين يمنح التشيليين الحق بالتصويت بنعم أو لا على ثماني سنوات إضافية من الحكم العسكري كانت عزلة بينوشي وثيقته المفرطة بالنفس توحيان له دائما بأنه سيفوز لكن بعد خمس سنوات من التنظيم رأت المعارضة السلمية بصيصا من الأمل عرفنا أنه لو كان بينوشي سيبقى في الحكم فسيكون هناك استفتاء عام ليقول الشعب نعم أو لا فقلنا لو أعددنا أنفسنا فسنهزم في نوشي بقولنا لا فقلنا كيف سنثق بأن الدكتاتور الذي كان يفعل كل تلك الأمور وهو من سيعد الأصوات سيعدها كما هي أدركنا بعدها أنه ليس لدينا وسيلة أخرى فعزمنا على الذهاب في ذلك الاتجاه وتهيئة كل الظروف لتفادي أي غش توجه ألاف المتطوعين إلى الريف في حملة من بيت إلى بيت لأقناع سكان تشيلي بأن بوسعهم قول لا من دون خوف من الانتقام وأن النتائج لن تزور لكنهم لم يلقوا سوى الشك وقلة الثقة بغية أدفاء مظهر من التصويت العادل سن بينوشي والجنرالات قوانين انتخابات جديدة أي حزم معارض قد يجمع خمسة وثلاثين ألف توقيع يسمح له بالحصول على مراقبين للاقتراع وكان ذلك عاملا مهما لتفادي التزوير ويمنح خمسة عشرة دقيقة من الظهور التليفزيوني كل ليلة طوال أربعة أسابيع قبل التصويت قلت للشعب إن سجلتم أسماءكم فسأظهر على التليفزيون ويوم أظهر على التليفزيون سأقول لبينوشي أن يتنحى وأول شيء أريد قوله لك سيد بينوشي بعد أن حصل حزب لاغوس على الترخيص نال فرصته عندما ظهر على شاشة التليفزيون في برنامج تحليل إخباري مشهور كان يحمل قصاصة من صحيفة كتب فيها أن بينوشي قال إنه لن يكون مرشحا في الاستفتاء العام وتقول إنك تعد البلاد بثمان سنوات إضافية من العذاب والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة إلي ليس مقبولا أن تشيليا يرغب بالسلطة لهذا الحد ويسر على التمسك بها مدة خمس وعشرين سنة إثر هذا الأداء الشجاع أصبح ريكاردو لاغوس مشهورا بين ليلة وضحاها وكان هذا يؤذن بأهمية التليفزيون في حملة لا المقبلة كانت حقوق الإنسان نقطة الضعف عند بينوشي وجهزت حملة لا لبرامج تليفزيونية تبرز التعذيب والموت والسجن لكن المستشارين السياسيين الأمريكيين نصحوهم بأن التفكير بمخاوف الماضي قد يضعف اهتمام الناس لقد طوروا حملة موجهة نحو المستقبل كانت حملة ركزت على مسائل المعيشة اليومية وكانت حملة فاجأت فعلا نظام بينوشي ومؤيديه إلى أقصى حد حين بثت بشكل مباشر في الليلة الأولى من الأيام الثلاثين للحملة لكن تلك اللاء ما كان معناها نعم للديمقراطية كانت تعني نعم لمزيد من العدالة الاجتماعية ولا للظلم لأليغريا يافييني معناها الفرح قادم كانت دعوة لبلد يخص الجميع سادت فكرة أننا سنهزم الدكتاتورية بالقلم لا بالسلاح كان يجب أن نسير تلك الطريقة من دون كره من دون حقد ومن دون انتقام على التلفزيون لقت حملة لا رواجا هائلا كانت صور مستقبل مشرق يغيب عنه بينوشي حظيت اللقطات بمصداقية لدى المشاهدين المتشككين مع إشارتها إلى المعاناة الناتج عن الدكتاتورية كان الناس يهرعون إلى المنازل لمشاهدة تلك البرامج وأنا كنت أفعل المثل في غضون خمسة عشرة دقيقة كانوا يستعملون كلمات حقيقية للتعبير عن أشياء واقعية فالعذاب هو العذاب وقد حصل هنا وبعد كل تلك السنوات من النكران قيل للمرة الأولى على التلفزيون إن الفقر موجود وإن السيدات العجائزة لا يملكنا مالا كافيا في حقائبهن لشراء كيس شاي قل أحمد المشاهدين لمشاهدين La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile Voto no Voto si Si No Ajar meraqibu الاستفتاء لدى المعارضة عد أصوات موازيا بناء على تقنيات العينات كانت الأرقام تعطي إلى أجهزة الكمبيوتر في سانتياجو عبر الفاكس والهاتف بحلول المساء كانت التوقعات تشير إلى ثوز لا بشكل حاسم وأعلنت محطة إذاعية صغيرة مستقلة النتائج بينوشي الذي كان محتجباً في القصر الرئاسي لم ينبس ببنت شفا زادت الشكوك حول التزوير الانتخابي مع مرور الوقت وعدم إعلان حصيلة الأصوات عند منتصف الليل دخلت القوات البحرية والجوية التابعة لبينوشي وقادة الشرطة إلى القصر وقال الجنرال فرناندو ماتي قائد القوات الجوية للصحفيين يبدو أن الله ربحت كان ذلك تصريحاً علنياً يحذر بينوشي للقبول بالهزيمة في غضون ثوان أذيع تعليقه عبر الراديو كانت القوة الكبرى في الأمر أن ذلك نبع من أشخاص عاديين وسثنائيين لقد وضعوا بالفعل حياتهم على المحك وخرجوا إلى الناس وكانوا مستعدين لاتخاذ الموقف أظن أننا في العالم نعيش على القوة ونود أن نعمل انطلاقاً من سلطة ما سلطة شخصية ومعنوية حين نتصرف بناء على القوة إن صوبت مسدساً ناحيتي فسأقول ما تريدني أن أقوله وبعد أن تبعد المسدس عن رأسي سأفعل ما يحل لي كيف عاش الناس تلك اللحظة؟ عاشوها من دون كرة مقتنعين بأنهم كانوا هم المشاركين والممثلين لن يكن هناك قائد مؤثر أو مقاتل أو طلاعي يقول أنا فعلت هذا تلك الليلة شعروا بأنهم فعلوا ذلك بأنفسهم كم كان عددهم؟ سبعت المليين موسيقى موسيقى